بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أيها الفضلاء الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأرحب بكم مجددا في هذا الصباح المشرق ومع أنفاسه الطاهرة ومع دعوات صادقة وتفاؤل وأمل ونشاط وعمل وحياة في ظلال أسماء الله الحسنى ومع اسم الله تعالى الحق قال ربنا جل من قائل عليما ويعلمون أن الله هو الحق المبين وقال سبحانه ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق وقال جل وعلا فتعالى الله الملك الحق اسم الحق ورد في عشر آيات من القرآن الكريم وقد ورد أيضا في سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك ما كان يستفتح به صلاة الليل حيث يقول اللهم لك الحمد أن تقيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق أنت الحق وقولك الحق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم حق والساعة حق والحق نقيض الباطل ويجمع على حقوق وحق الأمر يحق حقا وحقوقا والحق هو الثابت اليقين الذي لا مريت فيه ولا شك فهو حق بذاته باق لا يحول ولا يزول ومعنى الحق حين ينسب هذا الاسم إلى الله تبارك وتعالى أنه المتحقق أنه موجود وموجد هذا الوجود سبحانه وتعالى والحق في ذاته وصفاته كامل الصفات كامل النعوت وجوده سبحانه وتعالى من لوازم ذاته فالحق سبحانه وتعالى يزول خلقه ويبقى هو يموت خلقه ويبقى هو يغفل خلقه وينامون ولا تأخذه سبحانه وتعالى سنة ولا نوم حق في ربوبيته وحق في ألوهيته فهو سبحانه وتعالى الحق وهو المعبود الحق لكل مألوه وعابد ومربوب والله تعالى يحب الحق ويحب أهل الحق ويأمر بالحق ويوصي بالحق ويقضي بالحق ويقول الحق ويهدي إلى الحق وينصر الحق وهو الحق لا إله إلا هو لا رب لنا سواه ولا معبود لنا إياه للحق أنت وما سواك الباطل فالله تعالى هو الحق وكل من تمى إليه حق وهذا الحق الثابت الباقي المستقر الذي تتغير الدنيا ولا يتغير وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير إذا آمن العبد بأن الله تعالى هو الحق جرد محبته للحق جل وعلا وشعر بغبطة وسعادة وسرور بالهداية إلى الدين الحق هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وإذا أصاب العبد شيء من لأواء أو تعب أو نصب رضي واطمأن قلبه بما يصيبه من هذه المصائب لماذا؟ لأنها إنما جاءت من عند الحق سبحانه وتعالى وإذا كان الإنسان يعبد الإله الحق فإنه يسلم لأحكامه ويرضى بشرعه وقضائه وقدره فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما يقبلون ويصدقون ولا يخالطهم أدنى شك أو أدنى ريبة ومن أصدق من الله حديثا وعندئذ يتوكل العبد على إلهه الحق ويفوض أمره إليه فإنه سبحانه نعم الوكيل ونعم الحسيب وهو سبحانه وتعالى صاحب الوعد الحق ويثمر الإيمان باسمه تعالى الحق أن يطمئن قلب المؤمن إلى لقاء الله تبارك وتعالى وإلى ثوابه وهو الحق إذ الجنة حق والنار حق كل ذلك يثمر استعدادا للقاء الله تعالى خوفا من جنابه ومقامه ورجاءا وشوقا إلى جنته وعملا ومسارعة بطاعته نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا جتنابه إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر